ما تطغى ولا تتكبر تقال نفسك شنو؟ نحن عندنا منهج بقيدنا في التعامل مع الحاكم ندعو له بالصلاح نكف ألسنتنا عنه نكف أقلامنا عنه ما بنهيج الناس عليه ما بنأمر بالخروج ولا ندعو إلى الفوضى ولا ندعو إلى الثورات ولا إلى المظاهرات ولا إلى القتل ولا إلى التشريد ولا إلى ضايع الأمر ولا إلى إهدار الأموال ولا إلى هدك الأنفس ما بندعو لهذا نحن لكن مع هذا نحافظ على ديننا بما أوتينا من قوة الحجة بالكتاب والسنة ما بنخليه شأن الناس ما تفهم يقول لك يعني خلاصتوا عشان الحكومة دي من وراء علمانيين أنتوا ما أتكلموا عنهم نحن موضوعنا اللي يتعلق بالخروج وعدم جواز نقد الحاكم على المناظر ده يتعلق بالحاكم بالحكومة أما العلمانيين دي اللي نحن ندور معهم للركب شفتها فترة جاية دي والله ما نخليك تطعم في الدين كان بقيت أنت أي شخص في البلد ما بنخليك سويت لك شعار كتير بوب مارلي ولا بوب أي حاجة ما بنخليك تطعم في الدين الدين ما حاجك ولا حاج الكيزان ولا مبرر لك إطلاقا يا علماني ما مبرر لك إنك تجيب التجارب السيئة اللي عملوا الكيزان بإسم الدين ودائر تطعم بها في الدين الإسلامي كله الكيزان ما هم الدين الإسلامي ولا تجربة الكيزان هي التجربة المثلة اللي بتمثل الدين الإسلامي عشان دي تطعم في الدين بسبب عمل الكيزان ما بنخليك ما بنخليك أيوان إحنا ما نستكفير ولا نستفجير ولا نز قتل في الشارع ولا بنغير بيدنا ولا ما شين نضرب زول في الدريب ولا ما شين ننزل زول من المنبر ولا ما شين نقاتل زول في بيته ولا نطعن زول بسكين ولا نحمل سلاح ده ما من منهجنا أبدا منهجنا العلم والحج بالكتاب والسنة قال تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قال تبارك وتعالى وجادلهم بالتي هي أحسن نحن بنجاد لك نحن بنجاد لك داير تعمل محاكم داير تنشئ لك قضاء أعمل أي حاجة القضاء معاك محاكم معاك أي حاجة نحن ما بنرضى الطعن في ديننا ما بنقبل الطعن في ديننا وأي محكمة عدلية تعدل بيناتنا وتنصفنا نحن معاك تخش المحكمة وراك تمرك من المحكمة تمشي الشارع معاك تمشي الجامع تلقى أنا قاعدين بنتكلم بالحق بالحجة بالكتاب والسنة ما بنخليه شماية تقول لك نفسك واحد منهم جاي جاي بإنه في الواتصاب بفنجب بتكلم عامل نفسه خلاص الولد بيقى الغيصر بيقى الغيصر نحن سنعمل ونحن سنلغي ونحن سنأمر ياه تجعل نفسك منه أنت ما قريت ولا شنو ياه ألم تر كيف فعل ربك بعاد أنت ما قريت إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وسمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين ما لم طغوا في البلاد فأكثر فيها الفساد ربنا عملون شنو فصب عليهم ربك صوت عذاب